اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعندك اندرويد متجر جوجل جوجل بلاي ولكن للأسف ماك للتطبيقات تلغي اشتراكاتها من متجر التطبيقات والسبب هو انك اشتراكك عادة ما يكون خارج المتجر على سبيل مثال نتفلكس ما تقدر تشترك من التطبيق مباشرة لازم تدخل على صفحة نتفلكس الرسمية تسجل وتحط بياناتك البنكية وبعدها راح ينخصم المبلغ الشهري وعلشان تلغي الاشتراك في نتفلكس مثلا والاشتراكات اللي من خارج المتجر كل ما عليك انك تصير التطبيق وبعدها راح ياخذك الى الموقع الرسمي ومن هنا مثل ما تشوفوا اقدر ألغي اشتراكي طبعا اشتراكي بالليرة التركية في نهاية الفيديو بخبركم السبب لاني ادفع ربع الاشتراك بس السؤال الاصعب والاهم في هذا الفيديو هو كيف تعرف الاشتراك مصدرة هل من مجرى التطبيقات ولا من الشركات بالنفس وابسط طريقة تعرف هو بالذهاب الى الرسالة او البريد الالكتروني اللي وصلك في الخصم وتشوف مصدرة اذا مكتوب ابل ستور او ابل معظم الوقت راح يكون من مجر تطبيقات ابل وتقدر تلغي بسهولة لكن اذا مكتوب اسم الشركة او الخدمة مثل شاهد نتفلكس فهذا يعني لازم تصير على الموقع فخلينا نشوف كيف نقدر نلغي الاشتراكات من التطبيقات والخدمات اللي مشترك فيها من خلال الهاتف بكل بساطة تصير على متجرة تطبيقات في الايفون نصير على الاب ستور وبعدها نصير الحساب هنا وبعدها نختار الاشتراكات في الاشتراكات راح نحصل قسمين قسم نشط وقسم اخر غير نشط الغير نشط خلاص امورك طيبة فيه ما راح يتجدد الاشتراك هذه الاشتراكات سابقة سويتها والغيت الاشتراك ورح نخلاص مجرد سجل للاشتراكات السابقة ولكن في قسم النشط هذه الاشتراكات اللي قاعدة تقص مبالغ من عندك فالاشتراك اللي ما حاب تجدد او تحاب تغير في الباقة تضغط عليه وما هنا تقدر تعدل وتلغي الاشتراك انصح الجميع بالدخول الى هذه الصفحة على الاقل كل ثلاثة اشهر والتأكد انه ما فيه اشتراكات بالخطأ لان مرغم الاشخاص يجيهم تطبيق يقولهم يلا عندنا تجربة مجانية لك كل ما عليك انك تحط البصمة وبيبدأ الاشتراك المجاني ولكن ينسوا ان بعد فترة سبوع ثلاثة ايام حتى شهر وبيتجدد الاشتراك لمدة سنة وعادة هذا الفخ اللي تسوي التطبيقات فنصيحتي اول ما تنزل التطبيق وتريد تجرب الخدمة المدفوعة فعل الاشتراك المجاني ما رح تدفع لهذه الفترة سواء كان ثلاثة ايام او اسبوع او حتى شهر بعدها على طول في نفس اللحظة لما تشترك تصير على الاشتراكات وتلغي الاشتراك بكذا ما رح يتوقف الاشتراك المجاني رح تستمتع بالتجربة ولما تخلص ما رح ينخصم اي مبلغ عندك وهذه الحين تقدر تقرر اوكي هذا الخدمة وهذا التطبيق جميل وبجدد الاشتراك وبكذا بتفادئ انك تنسى الاشتراكات اللي ما تحتاجها وتجديد الخطاء لو تلاحظوا الرسالة نصية هذه من نتفلكس فاذا بغيت تلغي الاشتراك لازم يصير موقع نتفلكس او من التطبيق رح ياخذني على الموقع ولكن الاشتراك بالليرة التركية مش الدولار الامريكي او الريال العماني السبب هو ان العملة التركية في اخر سنوات طاحت بشكل كبير والاسعار ضلت نوعا ما على الاسعار القديمة فاشتراك نتفلكس تقريبا اربع مرات ارخص مقابل الدولار الامريكي فلما كنت مسافر تركيا فتحت موقع نتفلكس ودخلت بياناتي وحطيت رقمي التركي واشتركت ببطاقتي البنكية المحلية في امان والحين شهريا يقص مبلغ زهيد جدا الاشتراكي في نتفلكس والشي الاخر والمهم اللي لازم تعرفه واللي بيفيدك كثير هو السبب الرئيسي في ان كثير من الاشتراكات تصير من خارج المتجر مش داخل المتجر هو ان لو مثلا نتفلكس حطت الاشتراك من داخل ابل ستور بتضطر انها تدفع 30% عمولة لشركة ابل فمعظم الوقت الاشتراكات برع المتجر ارخص على سبيل المثال يوتيوب بريميوم لما تشترك من داخل التطبيق في الايفون اغلى مقارنة لما تشترك من الموقع الرسمي الخاص بجوجل بس احذر لما تشترك من خارج التطبيقات وتسير على الاشتراكات هنا ما راح تبين عندك فحطه في بالك هذا النقطة اتمنى ان اهفتكم كان معكم اخوكم صالحة البعدي شكرا لكم على المتابعة واشوفكم الحلقة القادمة اشتركوا في القناة